النهاردة مع شيف المطعم الشيف وليس سند هنقدم لكم البطاطا المشوية بأشكال والوان مختلفة عن المعتاد وهنخليها ازاي تلفت الانتباه للعين للأسواء للأطفال او الكبار وازاي بتعمل بها مشاريع تابعوا معنا الفيديو اول حاجة عندنا البطاطا بالشكل ده هنغسلها كويس من الطين اللي فيها وبعد كده ايه ندخلها الفرن تشيوي نفضل نسيب ايه تشيوي لمدة ساعة بس لازم نقلبها دي نص سوا هنبتدي ايه نقلبها بالشكل ده اه بدأت تقرب معنا بالشكل ده هندخلها بقى ونسيبها ايه لمدة ساعة بعد كده بقى ايه ايه طبق ايه زغير نحط فيها كل واحدة فيه كرتونة بحطة سيلفر بالشكل ده نداريه بعد كده نجيب سيلفر تاني نقفله بالشكل ده كده لحد ما يعمل معنا طبق زغير او ممكن نستغنى عن الطريقة دي بتبقق اه كرتون زغيرة طبق اه طبق اه السيلفر السيلفر الزغير العلبة الصغيرة اي حاجة صغيرة دي ايه ابسط الحاجات سيلفر نطبقه بالشكل ده نعمله على شكل ايه طبق اه حطة سيلفر وكرتونة بس بقت معنا ايه بقى بالشكل ده كده عليها بقى ايه ورقة زبدة هنحط فيها ورقة زبدة صغيرة كده وتتقدم البطاطا عليها بعد ما ايه انه اقشارها اهو عملنا كام خمسة انواع ممكن تعملوا انواع كتيرة اوي بس احنا هنقدم ايه خمسة انواع البطاطا بدأت تستوي معانا هنعرف ان هي استوت ازاي بقى هنتك عليها نلاقي طرية معانا بصهم ايه طرية معانا بالشكل ده كده ندمن ان هي ايه استوت هنبتدي بقى ايه دلوقت نقشرها نقشرها بالشكل ده كده هنبصوا شكلها عمل ازاي استوت وحمرها معانا ازاي هنقشرهم ونحطها ايه على الطبق الفوم بالشكل ده كده هنخلص الخمسة اهو الخمسة خلصوا معانا بالشكل ده كده هنبتدي بقى ايه نقطعها بالسكينة كده نقطعها ايه كطاع كبيرة كده اه كده هنبتدي بقى ايه نزوق اول حاجة بالشوكولاتة ممكن ايه شوكولاتة جناش ايه نوتلا زي ما انتو حابين وفوق وعليها ايه فوزدو او كاجو او لوز اي حاجة اي مكسرات انت عايزين تاني واحدة معانا بالكريم شانطين عندنا كريم شانطينة ايه هنحط على البطاطا وعليها برضو ايه المكسرات اه بتاعتنا المكسرات برضو زمانتو حابين بس احنا ايه هنعملها بفوزدو يبقى الاول باللوز والتاني بالفوزدو تالت حاجة معانا بالكراميل نزوقها بالكراميل تصوص الكراميل بتاعنا اهو بعد كده بقى ايه هنعمل شوية كراميل اللي مقرمش كده ايه يدبك شوية سكر على النار ويسيحوا معانا ونحط على ورق زبدة هيبقى معانا ايه بالشكل ده كده شعر معانا ده بيدي كريز بكده وقرمشة مع سوس الكراميل بيبقى جميل اوي يبقى دي بطاطا بالكراميل بعد كده ايه بنيديها برضو ايه شوية كريمة صغيرين بتبقى حلوة اوي مع سوس الكراميل رابح حاجة معانا عسل سود طبعا انت هتستغربوا دي عسل سود مع طحينة طحينة خام بتبقى جميلة اوي حطينا العسل واد الطحينة الخام بتاعتنا بالشكل ده وهنحط عليها سودان محمص وممكن بدل ممكن بدل الطحينة ممكن نحط زبدة فول سودانة بتبقى جميلة اوي مع السودان المحمص بتبقى حلو اخر واحدة معانا بالاشطا عندنا اشطا اشطا بلدي على البطاطا كده وهي سخنة ونحط عليها ايه جوز هند كده ايه شرايح بتبقى طعمها جميل برضو وشوية زبيب طبعا الاشطا بتبتدي تسيح على البطاطا بتبقى جميلة اوي وممكن نعمل بالايس كريم واحدة بالايس كريم زي ما انتو حابين وكده هنكون خلصنا ايه البطاطا المشوية باشكال مختلفة ولو عاجبك الفيديو دوس لايك واشترك بالقناة قناة شيف المطاعم شيف وليد سنة اشتركوا في القناة